يمكن يضرب النسبة على مؤشر سوق الأسهم السعودي في جلسة اليوم بعد أن استهل جلسة اليوم باللون الأحمر المؤشر اليوم على اللون الأحمر تراجعات 7951 نقطة وبتراجعات بـ 13 فئة النقطة المائوية يفقد بأقل من 25 نقطة اليوم المؤشر استهل جلسة اليوم بعد سلسلة من الارتفاع بعض 5 جلسات استمر فيها مؤشر سوق الأسهم السعودي باللون الأخضر واستمر في جلسة تمسكة أنه أخطرق مستواته 8000 وصل إلى أعلى نقطة عن 8023 نقطة ولكنه قلص بعضهم بالمكاسب اليوغل وقلونه هي أعلى نقطة يحقق المؤشر منذ ثلاث سنوات في ظل الأداء اللي جاء بالنسبة لغالب القطاعات وكذلك من سبيل وشهدنا توالي فعليا نتائج الشركات وخاصة نتائج الشركات للربع الأول وربما دعمت المؤشر خلال الجلسات الماضية في جلسة اليوم جميع القطاعات اختست باللون الأحمر ضغطت بشكل سلبي على أداء المؤشر كان من أبرزها القطاعات القيادية الاتصالات المصارف وكذلك المواد الأسية إضافة لذلك شهدنا تراجع واضح على قطاع الأدوية لسجل التراجعات ب16 في النقطة المئوية اللون الأخضر أكثر فقط تقريبا على أربع وخمس قطاعات كان في صدرتها الإعلام وكذلك السلع الكاملية تفاوت من ثلاثة إلى واحد ونصف النقطة المئوية ونلقل ننظر بالنسبة على قيمة داول ما تزال ضعيفة عند بليارو 861 مليون بعد أن شهدنا ربما أن قيمة داول تحسنت في جلسة وصولا إلى مستويات 5 أو 4 مليارات و 900 مليون ريال بعد أن رتبعت كذلك حتى قيمة داولة الأسبوع الماضي وصولا إلى مستويات 23 مليار و 200 مليون ريال في منتصف كذلك تداولات هذا الأسبوع نظر تحسن واضح وتدريجي للسهولة أضاف المشكلة الأمس بما يقارب 285 مليون ريال قيمة تداول كذلك أو حجم التداول عندما يقارب 77 مليون سهم بعد ذلك تشهد أنه مو واضح بنسبة في أحجام التداول خلال جلسة أمس